لطالما أدهش موقع وكيليكس العالم بنشره حقائق مسربة تثير الجدل، دليل جديد يظهر اليوم ليؤكد ذلك، حيث بدأت وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA عمليات بحث وتحر داخل صفوفها عن المخبرين الذين يساربون أسرارها لموقع وكيليكس، وذلك بحسب مصادر إعلامية. عمليات الاستياد بحثاً عن ما وصف بالخائن داخل وكالة المخابرات بدأت، حيث يشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي بتحريات وتحقيقات مشتركة لكشف واحدة من أكبر عمليات تسريب المعلومات السرية من داخل وكالة الاستخبارات. الوكالة أكدت أن معظم الوثائق التي تم تسريبها لموقع وكيليكس كانت مخزنة في قسم سري للغاية داخل مقر CIA، ولكن الوصول إلى هذا القسم كان متاحاً لمئات الأشخاص، حيث يدرس المحققون قائمة أسماء طويلة. يذكر أن موقع وكيليكس نشر على الانترنت في وقت سابق من هذا الشهر سلسلة من وثائق وكالة المخابرات المركزية تم الحصول على غالبيتها بواسطة برنامج قرصنة الكترونية، ولم يكشف وكيليكس عن هوية من زوده بهذه الوثائق التي تعود للفترة ما بين العامين 2013 و2016 مكتفياً بالقول أن الشخص الذي سربها كان من بين عدد من القراصن السابقين والمتعاقدين مع الحكومة الأمريكية. وهكذا يبدو أن وكالة الاستخبارات الأمريكية تتحول من صائداً للمعلومات إلى مطارداً لها.